على الرغم من إصرار حكومة مصطفى الكاظم الحالية على إجراء الانتخابات المبكرة إلا أن هناك تشكيكاً من إمكانية إجرائها في موعدها المحدد لسيما في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد وصراعات السياسية فضلاً عن الرفض الشعبي للانتخابات التي تقوم على أساس تدوير الوجوه ذاتها ليس إلا الناشطون في التظاهرات أطلقوا مؤخراً حملات مقاطعات مبكرة للانتخابات التي تعتزم الحكومة إجراءها مؤكدين أن الإجراءات الحكومية ما زالت تقتصر على الجوانب الفنية للانتخابات ولا تضمن بأي حال من الأحوال إجراءها بطريقة نزيهة عادلة وبينما كانت الفكرة الأساسية من مطالبة الثوار بانتخابات مبكرة تكمن في كسر احتكار السلطة من قبل الأحزاب السياسية الفاسدة عبر شروط انتخابات حقيقية في مقدمتها محاسبة قتلة المتظاهرين إلا أن ما يجري الآن هو محاولة إجراء الانتخابات حتى ولو كانت على دماء المتظاهرين أنفسهم ولعل اقتحام عناصر ميليشيا الصدر لساحة الحبوب في مدينة الناصرية وإحراق خيام المعتصمين وقتلهم سبعة متظاهرين فضلا عن إصابة العشرات منهم ما هو إلا دليل آخر على محاولة ميليشيات الأحزاب إنهاء التظاهرات من أجل إجراء الانتخابات بأي ثمن أما المراقبون فقد أكدوا عدم وجود جدوى من المشاركة في الانتخابات مع وجود هذا الكم الهائل من السلاح والميليشيات المنفلتة ففي الوقت الذي يطالب العراقيون الحكومة بإنهاء سطوة الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة تعجز الحكومة عن مواجهة تلك الميليشيات بل وإنها شنت حملة اعتقالات واسعة ضد الناشطين في التظاهرات لتسير مع الميليشيات على خط واحد في سبيل إجهاد ثورة تشرين ترجمة نانسي قنقر